وفيما يتعلق بمنظومة التأمين الصحي الشامل شدد رئيس الوزراء على أن مجمع السويسي الطبيان دارجو تحت مظلة المنظومة الطبية على أن يخدم جميع محافظات الإقليم كما أشار مدبولي إلى تطلع الافتتاح المجمع الطبي خلال نصف الأول من العام القادم مشددا في الوقت ذاته على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتغطية منظومة التأمين الصحي الشامل في جميع ربوع الجمهورية خلال عشر سنوات نحن في منطقة مجمع السويسي الطبي والحقيقة هذا المجمع يمكن سيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لما وجه بإنشاؤه ضمن منظومة تأمين الصحي الشامل اللي هتتعمل في كل محافظات مصر ومنهم طبعا محافظة السويسي اللي دخلها ضمن المرحلة الأولى من المحافظات المجمع ده هو مش مستشفى دي مدينة طبية كاملة احنا بنتكلم هنا على منشأة هتبقى على غرار القصر العيني في القاهرة مستشفى دي مرداش ومجمع مستشفيات جمعة عين شمس مش هتخدم فقط السويس ولكن هتخدم محافظات أقليم قناة السويس كله وبالتالي يعني ممكن كان وفيها النهاردة الأول مرة هتحصل تدخلات جراحية لعمليات دقيقة جدا جراحات القلب المخ والأعصاب كان يعني أهلين هنا في السويس عشان يعني أي حد فيهم بيحتاج هذا التدخل الجراحي كان لازم ينزل القاهرة النهاردة مع هذا الصرح اللي ان شاء الله بنأمل أن يتم افتتاحه في النصف الأول من العام القادم يعني معادي الوزير إحنا بنتكلم حندغط قدر الإمكان بحيث أن شاء الله في النصف الأول من العام القادم يكون اشتغل بالكامل الأعمال الإنشائية زي ما حضركم شفتوها اكتملت إنما إحنا بنتكلم على توريد الأجهزة الطبية وتفرش المستشفى وده حياخد الفترة الجاية كله علشان نقدر أن احنا نشغل هذا المكان ويبقى فعلا صرح طبي ويضاف إلى الصروح الطبية الكبيرة جدا اللي بتتعامل